يعني في امور كتير يا برج الحمل انت بتفسرها غلط كلامك عن نفسك كمان بيأثر على حياتك بشكل سلبي يعني لو بتفضل تتكلم عن نفسك بشكل سلبي زي مثلا انا حظي قليل انا هفضل كده الحاجات اللي هي زي دي بتخلي تقطف دايما منخفضة ومهما قولك بقى يعني مهما قولك سواء انا بتسمعني انا او بتسمع حد غيري انه لو قلت لك انه في تحسن ان اللي جاي احسن ان في اي حاجة كويسة جايه في حياتك لو بالتفكير ده انت هتخلي الامور تقف انا عايزك مش تصدق كلامي يعني مش تقول ان انا بكلامي صح او ان في حاجة هتحصل لك فعلا انا عايزة اظنك بربنا يكون جميل او ظنك في الله يكون خير نلغي الافكار دي من حياتنا وكل الامور هتتحسن باذن الله انت عندك تحسن قراءتك لحد دلوقتي القراءة يعني ممكن نقولها عليها جايه برغم ان شايفة حالات انفصال كتير بعضكو مش كلكو هو اللي المصر على يعني يقطع العلاقة مش عايز رجوع تاني المشاكل اللي حصلت خليت تفكيرك اكتر حاجة مركز على نفسك مش تفكير قانيني يعني انت ده تفكيرك مش تركز على نفسك ان انت تبقى قانيني لا هوضحها لك ازاي انت حاسس انك محتاج تبقى مع نفسك اكتر بالرغم ان انت جايلك عرض رجوع يعني جايلك بالفعل عرض رجوع من الصرف الثاني وانت لفض او ممكن يجيلك في الفترة القريبة اللي احنا فيها دي. اا اا. كل تفكيرك يا برج الحمل انك تشتغل على نفسك. انا بتكلم على الذي على الوضع ده اللي انا بتكلم عنه ده. اا تفكيرك كل انك بتشتغل على نفسك بتركز على الجانب العملي اكتر اا ممكن تكون عايز تسافر او عايز تغير مكان اا شغلك اا وتبعد مش تبعد غروب. انا شايفها طموح. ايه شايفة من لان تفكيرك بقى متركز اكتر على الناحية دي. فانا شايفة ان هو طموح زايد عندك في الفترة دي. وانا بقولك ان الفرصة مناسبة ومتاحة جدا لكل اللي انت بتفكر فيه. لاني شايفك بالفعل شغال على ده. انت شغال على نفسك فعلا. اه لكن بعضكو فيه رجوع فعلا. فيه رجوع للطرف الثاني. بس ثويني ثويني معي. اه موضوع السفر اللي عنده عرض سفر. شايفة فيه بعضكو عنده حيرة بين بين حب وبين فقر. اه شايفك تفكيرك بيقولك يعني انك لو سفرت هتسترر تبعد. اه بس انا شايفة ان قراءة بتقولك ان السفر هو الافضل لك. هو مش هيحصل انفصال لكن ممكن نقول ان العلاقة هتستور للاحسن وتتغير كلها لطلحك. ممكن تتغير كل العلاقة لطلحك انت يا برج الحمل. نرجع تاني للمنفصلين. برج الحمل انا فاكرة اني كلمتك في فقراءة ابريل عن اختياراتك الغلط. اه شايفة ان ده اذاك كتير في حياتك انت بتعرف بعدها ان الاختيار غلط. ده كمان ظاهر عندي في القراءة هنا في شهر يونيو ظاهر عندي برضو. اه للاسف انت لما بتعرف بيكون يعني بعد ما ده بيكون خد منك من منك ومن اعصابك انت بتختر. اه اللي بيوجع كمان ان شايفة ان في بعضوكو الحب ده من طرف واحد. اه اللي هو انت. في حب في بعضوكو عند الحب ده من طرفك انت بس يا برج الحمل. شايفة فيه خداع. شايفة العلاقة العاطفية فيه خداع فيه كذب. انت تعرضت له. وانت ساعدت فيه. يا رب يكون كلامي واضح. يكون عارفة وصل. اللي انا عايزة اقوله. الكذب والخداع اللي انت تعرضت له. انت ساعدت فيه يا برج الحمل. انا كذبت احساسك اصلا يعني. كذب انت اجيلك الاحساس كذا مرة وكذبته. اه برغم كده انا شايفة الحب حواليك. بس انت باطس في اتجاه غلط. وبالتالي وضعك حزين. اه انت بتلاقي بعد ما بتبص اللي اتجاه الغلط. انت بتلاقي تجاهل. بتلاقي الظلم. بتلاقي غش. اه زي ما قلت برج الحمل. انت لو غيرت الطريقة اللي تختار بيها. هتشوف الشخص المناسب واللي هو بالفعل موجود. اه كارت العدالة. اه ظهر لك مرتين. وده اللي انت هتحصل عليه في الشهر ده ان شاء الله. اه سواء عاطفيا او ماديا. شايفة هيكون فيه رجوع للمنفصلين بالزيت. اه اللي مرتبطين بابراج نارية. وممكن ترابية. اقوى حاجة ابراج نارية. لان شايفة الطرف التاني تذكيره من ناحيتك تحول تماما. انتو كان بنكو ضرب نار. اه ومن ناحيته هو اكتر. اللي هو الطرف التاني هو ناري زيت برضو. اه. الطرف التاني ده اهملك كتير. كان لا يبالي بيك دايما يعني بيفكر. دايما بيفكر في اخطائك. يعني دايما معاملته معيك. انت بتشوفها سيئة. لان هو تفكيره من ناحيتك سلبي. تفكيره من ناحيتك انت بتتعمل كزا. انت بتتصرف كزا. انت بتفكر كزا. تفكيره من ناحيتك كله بالشكل ده. فبالتالي اه تصرفاته معيك. ما كانتش حلوة ابدا. اه. بص. الطرف التاني انا شايفه دلوقتي وكأنه بيحكم ضميره. يعني هو تفكيره تبدل تبدل. يعني تبدل تماما بيفكر في اخطائه هو. يعني العلاقة اتنى امنتوا فيها مع بعض. هو دلوقتي بيفكر في اخطائه هو. او ممكن في الظلم اللي عرضك دي. تفير جوة ان شاء الله. بس هو لما يرجع مش هيقولك كده. يعني مش هيقولك الكلام بالشكل ده لأني زي ما قلت. انا شايفه طاقته نارية. حتى لو هو برج تاني فهو طاقته نارية. يعني مش هيقولك اه انا غلطان والحاجات دي لأ لأ. بس هي ممكن التعويض منه يكون بافعال. اكتر منها كلامية. اه. انت بقى تعمل ايه? انت برج الحمل تعمل ايه? اه انت لازم تتعامل مع مع الموقف بزكاء. يعني انا شايفك هتكون مندفعة هتكون متهور. اه ام لا. انت لازم تتعامل بزكاء بزكاء يعني كأنك بتلاعب الشخص اللي قدامك. اتعامل بدمغك مش بخبص. زكاء تفرق عن خبص. ام لان لو انت متعاملتش كده زي ما انا بقولك. وتعاملت بالشكل اللي انا شايفي له. وتعاملت بتهور وبندفاع. اه ممكن ترجع المشاكل تاني. مشاكل اللي كايزبنكم ممكن ترجع تاني. اه. برج الحمل شهر يونيو. الشهر ده مهم جدا 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 في حياتك. اه. في حاجات كتير جدا في ايدك. اه. في ايدك انت انك تحول كل حاجة لصالحك. مش حد تاني. انت بس اللي تقدر تحول كل حاجة لصالحك. وده مش بس على المستوى العاطفي. اه. انت محتاج تفكر. محتاج تخصص لكل حاجة عايز تعملها. او للشكل اه. اللي انت عايزه لحياتك. لان بناءا عليه صدقني هيكون فيه تحول كبير جدا جدا على مستويات كتير اوي. يعني كزا جانب في حياتك هيكون فيه تحسن الاحسن الاحسن. مم. لباقي لباقي السنة بقى. يعني ده هيخدنا مش مش في الشهر ده. الشهر ده هو اللي هيكون فاصل. اه. نفس الكلام ينطبق على المتزوجين والغير مرتبطين. المتزوجين يا برج الحمل شايفة فيه توسر كبير في العلاقة زي ما قلت الموضوع محتاج منك زكاء وحكمة وتركيز. لانك شوية بتبقى مش عارفة اقولها لك ازاي مش عارفة واصطهرت ازاي يعني زي ما قلت او ممكن يكون ده الممكن نسميها اندفاعة. اندفاعة بقى في تصرفات في ردود افعال. حتى لو اندفاعة جالي. انا ما بقولش اندفاعة يعني ان انت اه جاية من العصبية مثلا على قدامك. لا حتى لو اندفاعة المشاعرك. كل اللي ده لازم لازم يبقى عليه كنترول. برضو انا لسه هنا مع المتزوجين شايفة منكم يعني دي لازم يفكر التفكير ده. ممكن تكون بتتعرض لغادرة او خداع. يعني عند البعض كمان احتمال دخول او وجود طرف تالي في العلاقة وفي الغالب. اللي في الوضع ده انت عارف كده. يعني انا مش بقول حاجة انت مش عارفها. وده طبعا اكيد مش عندك كل موضوع طرف تالي دي مش عندك مش عندك كل. لكن اللي انا بكلمه في الحالة دي هو عارف كده. آآ كمان الغير مرتبطين في حب مناسب برضو موجود حواليك. انت بس محتاج تشوفه. موجود او موجود. انت شايفه? لا انت مش شايفه. مش شايفه خالف. انك زي ما قلت برضو في البداية انت باصت في تجاه تاني غلط. الاتجاه التاني غلط اللي انت باصت فيه ده هيخسرت كتير. الحد التاني اللي بيحبك ده هو بيحاول يعني. انا شايفة منه بيحاول ان هو يتكلم آآ في حاجة مناعي. ممكن يكون تجاهولك ممكن يكون مستني يتأكد. آآ ده قرارك انت يا برج الحمل بس انا شايفة في حد هيحاول يتدخل. في حد هيحاول يتدخل او يأثر عليك او يحسسك انك دايما غلط آآ آآ نوع من انواع الانتقاد يعني. المطلوب منك انك تتجاهل اي نقط او اي تأثير يعني اي تأثير خارجي تتجاهله خالص آآ اللي هو ممكن يأثر على قراراتك. قراراتك دي اللي هتيجي فين? هتيجي بعد تفكير. زي ما قلت شهر يونيو آآ من الواضح من القراءة كلها ان هو آآ شهر مصيري. شهر فيه انتقال لحاجة تانية احسن في حياتك ان شاء الله. آآ آآ زي ما قلت برج الحمل آآ الكراءة كويسة. في نسبة رجوع ان شاء الله. آآ مع طاقات نارية وترابية. لكن مع الابراج الترابية. في بس قدامي حاجة عايز اقولها. آآ شايفة فيه شوية عن نص من ناحية الترابي اللي هو الترابي. برغم الحب. في حب. بس انتو مختلفين تماما. هو يعني هو شايف كل السلبية في اطباعك. ده طبعا من وجهة نظره. سلبيات كتير جدا هو شايفها في اطباعك من وجهة نظره هو يعني بالطريقة اللي هو بيشوف بيها الحياة وبالطريقة اللي هو بيشوف بيها البني قدمي. مش شرط ان انت تكون كده فعلا. آآ يعني شايفة آآ ممكن يكون بيشوفك منفتح في افكارك او اجرأ منه او عايز تعمل حاجات هو ما يقدرش عليها. ما يقدرش عليها طبعا بتكلم من ناحية الجرأة يعني آآ ممكن نقول عنه انه بيحب يفضل ضيم هو. وده نثبت بعد كتير في العلاقة ليك ولي. آآ ده ممكن يقول بردن هو محتاج منك تفكير. محتاج منك تفكير ليه? لان لما بنكون مع طرف مختلف بيزبات لو احنا متجاوزين. يعني موضوع توافق الابراج ومش توافق الابراج. انا شايفة انه كل الابراج ممكن تتفق. بالاكتر لو احنا عرفنا البرج الثاني بيفكر ازاي? وانا مستعد يكون عندي شوية تنازلات. مش تنازلات آآ بحاجة ما ينفعش فيها تنازلات. لا تنازلات آآ بروقي. يعني انا اقدرش اعرف مثلا لو انا برج نالي والقدمي برج ترابي. فانا اعرف تذكيري البرج الترابي. والله ينفع نتفق. وينفع تبقى هي دي الحقيقة لان المشكلة انه احنا اللي بنخلق المشكلة. بنخلقها ليه? بس للاختلاف. يعني انا مختلف عن الطرف التاني وهو مختلف عني. فمن هنا بتيجي المشكلة. لكن ممكن تكون انت ما فيش عندك اي حاجة وحشة وهو ما فيش عنده اي حاجة وحشة. فانا هنا بتكلم عن الموضوع من الناحية دي. انت والطرف التاني بتكلم هنا عن البرج الترابي انتو مختلفين. عندك القدرة انك تفكر في شكل العلاقة. تعرف الطرف التاني بيفكر ازاي? تعرف تقرب وجهة نظرك بطريقتك? اوكي? ده لو عايز تكمل. القراءة انتهت. وشكرا للمتابعة برج الحمط.